دولتي بينضم لنا على التليفون دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحية مساء الخير على حضرتك يا دكتور ويعني لو نعرف الناس أكتر إيه هي هذه المصانع الغازات الطبية والصناعية وقيمة إنتاج هذه الغازات ومدى احتياجنا ليه هنا في مصر مساء الخير يا أستاذ هدير أهلا بحضرتك حضرتك الحقيقة اللي احنا شفناها النهاردة جزء من منظومة كبيرة جدا جدا ومهمة جدا والحقيقة كلها يعني الحقيقة بكل أمانة مبنية على توجهات واستراتيجية السيد الرئيس النهاردة حالك احنا شفنا مصنع أو مجموعة من المصانع الجزء فيها مثلا على سبيل المثال توفير غاز الأكسوجين امتداد القدرة المصرية الإنتاجية لإنتاج الأكسوجين الطبي والغازات الأخرى المهمة للقطاع الطبي والصناعية في منتقل أهمية طبعا احنا حسنا بهذا جدا في أثناء ظروف أزمة كورونا لما جات مرحلة من المراحل وكان الاحتياج للغازات الطبية والأكسوجين تحديدا احتياج كبير جدا نظرا لأن الحالات اللي كانت بتصاب بكورونا في هذه الأزمة كان كمية الأكسوجين اللي بيحتاجها لكل مريض كمية ضخمة جدا يعني احنا ساعات بندي العين 2 لتر في الدقيقة أو 3 لتر أو 4 لتر في حالات تحتاجت بوسائل أخرى لإمداد المريض بالأكسوجين كانت بتحتاج حوالي 15 لتر في الدقيقة أو أكثر من كده كان فيه لحظات فيه نوع من الخنقة في توفير الأكسوجين لكن توجهات الحقيقة الرئيس المسبقة وهي فكر استراتيجي رائع جدا نبع عندنا احتياطي أولا نبع عندنا إنتاج يكفي احتياجاتنا وعرفين اللي احنا تزنقف فيه في بعض الأحيان وكان فيه مشكلة عالمية في الإمدادات وسلاسل التوريد والحاجات دي كلها وده أثر كثيرا مش عندنا الحقيقة في بلاد كثيرة على توفير الأجهزة الطبية والمعدات والمستدرات والأدوين فالنهاردة لما يكون عندي حاجة استراتيجية للغاية زي الأكسوجين وعندي مصانع مصرية بتنتج الغاز السائل اللي أنا بقدر أحاوله الأكسوجين السائل اللي زي ما حاجة شفتي التنكات الكبيرة جدا اللي بتسعك المية كبيرة من الأكسوجين علاوة على الأكسوجين الغازي اللي هو بتعبه في استوانات وفي الحالتين دول المريض قد يحتاجوا في البيت أو في المستشفى أو في الرعاية المركزة أو في أي حد الحقيقة هذه فكر استراتيجي رائع ودائما الرئيس بتكلم على توفير كل وهو السيد رئيس قال كده النهاردة توفير كل المستلزمات وما نحتاجه محليا ليس فقط لتوفير المال لكن أيضا لضمان أي ظروف طريقة سواء أو بيئة أو أي حاجات تانية قد تحتاج هذه الأجهزة أو هذه الغازات ترجمة نانسي قنقر